أنا أكتر حد تعبت أبوي أه شمعنا؟ أبوي كان فني تحليل بتاع صحة وإنت عارفة الواحد لما بيشتغل شغلنا بيبقى عنده طموح أكبر حد عند أبوي هو الدكتور فعايز نطلع دكتور أحفاده وطلعه دا كترة لكن أولاده لأ وأنا لأنه كنت شاطر لمرحلة ما فكان مراهن علينا ليه؟ إيه الإعدادية؟ أنا أفضلت لحد الإعدادية شاطر شاطر من الأوائل على البلد متفوق حاجات كده فهو فخور بيه وبيقولك هو الودة وبيتفاقل بيه فسحبني في إيده عنده خناقة هو وخبني في إيده علشان حتتحلل لأن أنا موجود يعني الإسم ليه علاقة بده إن أنا وش خير بالنسباله فحفظلته للوقت التميمة بتاعته لحد ما أنا فاكر لما خزلته في السنوية لأن أنا ما كانش أطمعي وبكره الطب وعمري ما دخالك إن أبقى دكتور ورايح له كورة بلعب كورة بما إن أنا بنتكلم في اللعبة برضه سقط في السنوية سقط؟ أنا مش عايز أجيب مجموع كبير ما إحنا جوانا سراع إحنا الاتنين بنا التنافس هو مصر وأنا مصر أنا مش عايز أبقى كده أنا عايز أروح ألعب في الأهلي أنا أطمعي الكورة فبتمرن 12 ساعة و13 ساعة في اليوم أنا بنا يومهم بالليل ونطم الشباك وروح ألعب تحت الأضواء الكشفة أنوار الشوارع علشان تبقى عند الياقة بدنية فأبقى مبهر لما روح ألعب كورة فكانت النتيجة أنه سقط كانت النتيجة أنه جاله نزيف في المخ ساعة ما سامع أنه سقطت جات له الصدمة فوقع ينهر بيد كانت صدمة كبيرة متحلتش غير وانا في في تالتة جابعة إزاي؟ يعني فضل أبويا بسسل بمرارة وبعتاب وحزن طول الوقت طول الوقت إحنا من بعد اسمها من الطاهر منية النصر ده أهلية أهلا بيك حبيب بقى أهلوية طبعا أبويا طلع على المعاشر فأقنعته أنه هو وأمي يجي يعيشوا هنا يعودوا معنا أخوتي كلهم بيشتغلوا هنا والباقي بره إحنا ترتيبنا كام؟ إحنا تمانية إحنا ترتيبك إيه في تمانية؟ أنا ترتيبي كان بريكسام سامح هيام سوزان باسم خيري وبعدين فريد وليد آه ده أنت كمان في الصغيري أنا قبل الاتنين الأخرى كان قبل اتنين وماتوا وقل وقدري دول الله يرحمه فلما جبته وبنعمل مشروع بقى بالمكافأة بتاع نهاية الخدمة فبفتح له محل وقاعد أقناه وخربت بيته يعني ضيعت الفلوس كالعادة فراحين نعمل فيش فيش وتشبيه أنا كنت طالب في ثلثة جامعة في هذا التوقيت كنت بشتغل في الأهرم وحرر حواتس فعلاقاتي بإسام الشرطة إنت في البلد أكبر حد بتشوفه المأمور المأمور ده حاجة ضخمة جدا المأمور البلد يعني يا هناك يا ساعدك يا فواخد أبويا بجلبيته بدأنا البيضة الكثة كده وأبويا كان عيني زرق وبيضاني وحليه وكده فروحت اسم الهرم قلت لهم أنا جاب والدي علشان نعمله فيش وتشبيه لقى منها الباب المأمور ورئيس المباحث ومعهن المباحث وبيقولوا للود الصغير ده اللي أبو بيبصله باحتقار يا خير به وتفضل يا حاج وقاعدين وجايبينه الراجل بيعمله فيش وتشبيه هو قاعد الراجل المأمور راجل محترم جدا فجايب البتاعه وبيمسح له إيده فأبويا قاعد وكل شفايا بص وأنت بتشتغل إيه يا ألا يعني متواد في الجامعة يعني أنا طالب في الجامعة وهو مش متخيل إن أنا يعني بقى لي كينونا شوية أنا بشتغل صحة فيه فبقى قاعد بصصلي ومش مصدق لا في اليوم ده تصالحنا يعني في اليوم ده بقى ماشي وإحنا خارجين وهو مبسوط سعيد بس في اليوم ده أنا بقولك المكان عامله حنيني بمسكتين في سابعين لا أنا أتخذني كمان معك في اليوم ده أبويا اتكسر أبويا كان قوي جدا وعنيف لأن اللي بيربي تمانيك بيراتب زي اللي بياخدوه وقافل عليك بابك وبيجيبلك التفاح لاخدر الصغير بقولك ده أحسن حاجة في الدنيا بيقول ده انتو مختلفين في بيتكو الصغير في القرية ده بس انتو مختلفين خدوا بالكم لازم تكون متفوقين لأن انتو مختلفين ده مكانش حقيق ما كناش مختلفين بس صدقنا ان احنا مختلفين يعني شوفي فلسفة الرجل موظف بسيط جدا بيقناعك ان اللي بيعمله لك ده كتير أو يخد بالك انت مختلف والكلمة اللي يقولها ما ترجعش هو نموذج للرجل المصري اللي بيربي تمانية فبيكافع فمعندوهش رفاهية انك تدلع ولا تتناقش خالص فاللي بيقوله ما كانش ينفع يتناقش من اليوم ده ابويا بقى لما يجي حد يسأله في حاجة يقوله مسأله خيري وانا عيل لا انا زمان كنت عايز اكسره عشان هو قوي علي بس دلوقتي ما كنتش عايز اكسره شوف الدنيا ازاي بتخلي الواحد قناعته تتغير ورؤيته للاشياء انه دلوقتي اه لا يعني هو كان نوع من الطار بينك وبينه انه انا هزبتلك انه مهم كان هناك صراع اه انا اخدت الاجنده بتاعتي لما قال لي انت فاشل وبعدين جات له النزيب في المخ وقع كان عندي عجلة اه وكان عندنا شجر التود في البلد كده بحبها رحت راكب العجلة بتاعته معي اجنده صفره لغاية دلوقتي رحت راكب العجلة بتاعته ورايح فرس سجادة صليت رحت قاعد تحت الشجرة وراحت كاتب بكرة تشوفه انا حبقى ايه انا مصر انه ننجح ومهما كنت في اي مكان حنجح طب ده معنته انك ملعبتش كتير انا حياته كلها كانت لعب كورة كورة بالجبون جتني استاولا بلعبتين استاولا كويس قوي دخلت بطولات حتى ببلدنا فكنت بلعبتين استاولا كويس قوي وبلعب كورة قدم كويس قوي بنلعب في فرق وبنسافر وبنروح نقابل بلاد كفر علام وبرنبال وميت سلسل وبلد المهندس ابراهيم محلب كل البلد دي حوالينا فكننا بنروح نلعب هناك كورة ويجو يلعبوا عندنا وناخد علقة وندي علقة وجوه كده بلدنا كانت شهيرة بالطوب الفرقة اللي تجي تضايقنا البلد كلها تطلع بالطوب وراها الحد ما يدون بلدهم اما حاجة جميلة جداً كلها صور جديدة علي بصراحة هي صور الريف كلها متشابهة على فكرة لا انك انتو تتخصصوا في ان عشان كان عندنا اماين طوب لان انا بلد زراعية فبنعمل اماين طوب فعندنا طوب فبتكسر بقى ونمسك اي حد نديله